حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها السادة والسيدات الحقيقة يعني هناك بعض الناس يدعي أن بعض الصحابة ارتدوا بعد موت النبي وغيروا وحرفوا إلى آخرين أنا الحقيقة وجدت مجموعة من الآيات في القرآن تثبت لي أنا كمؤمن أولا يعني أنا أريد أن يطمئن قلبي إذا أنا لم أقتنع ويطمئن قلبي لن أستطيع أن أقنع غيري فالقرآن العظيم فيه تفصيل لكل شيء وهذا السؤال الذي بدأت أطرحه مؤخرا أين تفصيل أن الصحابة الكرام كانوا مؤمنين وماتوا على الإيمان وسيدخلون الجنة وبخاصة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما هو الدليل أيها الأحبة يجب أن يكون هناك دليل ماد ملموس في القرآن لأن القرآن يعني يعلمنا أنه تحدث عن كل شيء قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وقال أيضا وكل شيء فصلناه تفصيله وقال أيضا ما فرطنا في الكتاب من شيء إذن هذه آيات أحبة في الله تثبت أننا إذا بحثنا عن أي معلومة أو موضوع يجب أن نجده في القرآن العظيم تماما طيب ماذا عن الخلفاء الأربعة تحديدا لأن التركيز عليهم في القرآن الكريم أيها الأحبة نحن نعلم أنه تحدث عن الهجرة أثبت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن قومه أخرجوه من مكة إلى المدينة قال تعالى في سورة محمد وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم طيب من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء على رأس الصحابة هناك عدد كبير من الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة طيب أين ذكرهم القرآن كلمة المهاجرين والأنصار أو عبارة المهاجرين والأنصار أيها الأحبة ذكرت في القرآن مرتين فقط والآيتين ليس فيهم استثناء يعني مثلا أن يقول لك المهاجرين إلا فلا لا المهاجرين والأنصار الذين نصرهم طيب الآن دعوني أقرأ عليكم الآية الأولى وأنا لدي هنا ثلاث احتمالات أنا لدي ثلاث احتمالات إما أن الله يعلم الغيب ويعلم أن هؤلاء سيموتون مؤمنين لذلك رضي عنهم ووصفهم بالإيمان وتاب عليهم وإما أنه لا يعلم الغيب حاشا لله هذا لا يجوز في حق الله هو يعلم أن هؤلاء المهاجرين كيف سيموتون كل واحد سيموت إما على الإيمان أو على الكفر هو يعلم سبحانه وتعالى فعندما أنزل القرآن وصف لنا هؤلاء المهاجرين بآيتين فقط في القرآن آيتين فيهما المهاجرين والأنصار الآية الأولى أيها الأحبة أقرأوا معي والسابقون الأولون والسابقون الأولون من السابقون الأولون من الذي سبق إلى الهجرة على رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم وعمر وعثمان طبعا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار طيب هؤلاء ماذا قال والذين اتبعوهم بإحسان يعني كل من اتبعهم فيما بعد بإحسان طيب ماذا ما هو مصيرهم الآن أنا أريد أن أعرف مصير المهاجرين اليوم أنا أسأل القرآن القرآن ينطق بالحق أريد أن أسأل القرآن ما هو مصير المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان ما هو مصيرهم وطبعا الإمام علي وغيره من الصحابة قال تعالى رضي الله عنهم رقم واحد طيب هل الله يرضى عن إنسان مرتد سؤال أنا فقط أحب أن أتساءل معكم أيها الأحبة أنا أريد أن أتساءل يعني الله تعالى يقول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين لو أن أحدا من هؤلاء المهاجرين الله يعلم أنه سيفسق فيما بعد أو أنه سيرتد ما معنى فسق يعني خرج عن الطريق خرج عن الحق هذا هو الفسق لو أنه سبحانه وتعالى يعلم أن سيدنا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو أي من هؤلاء المهاجرين أو الأنصار لو علم أن أحدا سيرتد أو طائفة ستفسق وترتد لا يمكن أن يقول رضي الله عنهم على إطلاقها سيقول إلا كذا مثلا دائما القرآن فيه استثناءات كثيرة يعني وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا امرأتك بالنسبة للوت إلا كذا إلا كذا فالقرآن مليء بالاستثناءات هنا الآية ليس فيها استثناء أبدا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب هذا رقم واحد وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم طيب هل يمكن الله تعالى أن يتحدث عن أشخاص مرتدين بهذه الصيغة هل الله يعلم الغيب أم لا يعلم هذا السؤال أيها الأحبة للأسف هناك منهج في تفسير القرآن أنا أعتبره منهج خطير وخاطئ أننا نحكم الرواية على القرآن يجب أن نجعل القرآن هو الحكم وليس الروايات أيها الأحبة انتبهوا معي يعني أنا مثلا عندي رواية تقول إن قسم من المهاجرين ارتد وفسق وكفر ولدي آية تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه هل أنا يمكن أن أخذ هذه الرواية التاريخية التي لا أعلم مصدرها ولا أعلم متى كتبت وليس لدي مخطوطة تعود لمن كتبها أصلا أخذ هذه الرواية وأحكم بها على القرآن هذا لا يجوز طيب دعونا نفهم القرآن كما أنزل ما رأيكم يعني اتركون من هذه الروايات دعونا نتخيل أننا نعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيكم أيها الأحبة في زمن النبي لم يكن هناك لا مذاهب ولا طوائف ولا فرق ولا خلافات كان هناك دين اسمه الإسلام دعونا نفهم الإسلام أو القرآن كما أنزل في لحظته يعني آية أتخيل أنا نفسي الآن أنني أعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل آية تقول لي أنظر هؤلاء الذين هاجروا مع النبي رضي الله عنهم طيب بالله عليكم يعني أنا ضمنياً هل أنا بعد ذلك أقول لا سيرتدون أخالف القرآن يعني الله لا يعلم الغيب يعني لدي آية ثانية فيها عبارة المهاجرين والأنصار إذن يوجد عبارتين فقط في القرآن كله لا يوجد ثالثاً لهم المهاجرين والأنصار ذكرت هذه العبارة مرتين في القرآن العظيم انظروا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة عندما هاجر النبي من مكة إلى المدينة كان الإسلام أو المسلمين في مرحلة ضعف قلة محاصرين من قبل الكفار الكفار كانوا هم أصحاب اليد العليا وأصحاب البطش والسلاح والمال والمسلمين مستضعفون هؤلاء الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوبه فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم طيب إذن هنا آية أخرى تحدثنا عن توبة الله على المهاجرين والأنصار مرتين أيها الأحبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لكي لا يأتي شخص يقولهم ارتدوا وكذلك لقد تاب الله على النبي بدأ بالنبي الكريم أولا والمهاجرين والأنصار ثم قال ثم تاب عليهم طيب بالله عليكم شخص مثل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم هؤلاء الكرام تاب الله عليهم مرتين ورضي عليهم ورضوا عنهم طيب هذا الوصف القرآني أيها الأحبة ألا يكفي دليلا أن نصحح نظرتنا طبعا أنا أخاطب البعض الذين يشككون بعدالة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعبارة رضي الله عنهم الله هو الذي قالها لست أنا أو فلان أو فلان أو اخترعت فيما بعد لا هذا تعبير قرآني أيها الأحبة هناك بعض الناس عندما يذكر الصحابة يقول لك رضي الله عنهم هذه بدعة لا يا أخي القرآن يقول لك رضي الله عنهم يعني هذا تعبير قرآني أنزله الله في القرآن وأنت مجبر أن تقرأه وإذا لم تقتنع به فأنت تنكر تنكر القرآن وهذا أمر خطير أيها الأحبة لذلك هذا إثبات مادي على أن هؤلاء كانوا مؤمنين الصادقين رضي الله عنهم وكل الروايات التاريخية ليس الأحاديث النبوية انتبهوا أيها الأحبة كل الروايات التاريخية التي تخالف هذه الآية يجب أن نضرب بها عرض الحائط كل الروايات التاريخية التي تخالف هذه الآية الكريمة وتقول أن هؤلاء الكرام ارتدوا أو ارتد بعضهم أو كفر بعضهم أو إلى آخره هذه ينبغي أن نعيد دراستها نعيد قراءتها نعيد فهمها وننظر إلى هذه الروايات التي تتناقض مع القرآن العظيم لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى وإلا سنتهم الله عز وجل بعدم علم الغيب أو أنه لا يعلم ما يكتب ما ينزل الله أعلم بما ينزل إذن أيها الأحبة هذا أيضا إثبات مد والقرآن مليء على فكرة إذا تأملنا القرآن هناك عشرات الأدلة على صدق وإيمان الصحابة الكرام وبخاصة المهاجرين والأنصار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق